موسيقى نشرة مفصلة من الميادين أهلا بكم وفي عنوينها أكثر من خمسة وثلاثين شهيدا بمجزرة مروعة في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بن صراط والأعلام الإسرائيلية تحدثوا عن مقتل جندي في انفجار عبة في نفق برفح حراك سياسي في الدوحة يبحث اتفاق الهدنة في غزة وحماس تؤكد أنها تتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل وتبادل الأسرة الاحتلال يخفض قواته إلى النصف بعد مقتل وجرح عدد من جنوده في عمليات الكوش وحزب الله يوثق استهداف منصة للقبة الحديدية ومواقع حساسة وبعد العمليات النوعية للمقاومة الإسلامية تحذيرات في الكيان من مخاطر دخول تل أبيب حربا شاملة مع لبنان وارتداداتها على الجبهة الداخلية القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد اطلاق صاروخ فلسطين الباليستي المحلي الصنع نحو إيلات وتعلن تنفيذها ثلاث عمليات جديدة في البحرين الأحمر والعربي وانطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي في دول الاتحاد وسط تحديات جيوستراتيجية وصعود نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة استشهد أكثر من خمسة وثلاثين فلسطينيا وأصيب العشرات من جراء قصف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم انصيرات وسط القطاع ليلة الأربعاء الخميس وسهدفت غارة جوية مدرسة السردي المقتضى بالنازحين في مخيم اثنين بمنطقة انصيرات ما اسفر عن ارتقاء عشرة الشهداء والجرحى بينهم أطفال وصلت أشلاؤهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع اشتركوا في دير البلح وسط القطاع قنا نعمل قناة اللي ليليل ما شفنا الصاروخ واللي وقع على هنا الطبق بالطبق الثاني من الطبق الثاني فيه شهداء والطبق التحتان فيه أصابات هاي اللي شفناه بس والحمد لله رب العالمين كنا نايمين تحت نقام بني متغسل نقام متغسل و احنا نايمين تحت اجزعق علينا كنا قاعدين مع اكلنا طمر و اوزع على الشباب نحقنا هيك و احنا تمزددنا تحت هنا ما تمزددنا يجوب ما دخل مغارقة تغسل دخل مغارقة اللي كانت صورك مزداد و تداولت منصات اخبارية فلسطينية تسجيلا مصورا يظهر سيدة تبحث عن ابنها بين جثامين شهداء مجزرة مخيم سيرط كنا في طريق موهر تقرجيني برضة ما يكشف عني ما يكشفك ما يكروه وصف المكتب الأهلمي الحكومي في غزة المجزرة بالمروعة وأكد أنه جرى قصف عدة غرف تأوي النازحين أو عشرات النازحين في المدرسة بمخيم انسيرات المكتب أكد في بيانا أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه المجازر دليل واضح على مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين والنازحين في القطاع ودع العالم إلى إدانة هذه الجرائم إلى جانب مطالبته المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية في المقابل زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته قصفت بالتعاون مع الشباك مجمعا تستخدمه حماس داخل مدرسة في انصرات بيان جيش الاحتلال تضمن عبارة تنفيذ ضربة جوية مميتة على مدرسة تابعة للأونيروا في وسط غزة قال أنها تؤوي مجمعا لحمس قالت وسائل علام إسرائيلية أن جنديا قتل في انفجار عبة ناسفة في نفق في رفح اتذلك بعدما كانت أفادت إذاعة جيش الاحتلال بوقوع حادث أمني خطر على حدود غزة المراسل العسكري في الإذاعة قال أن مجموعة مسلحة تمكنت من العبور إلى ما قال أنه أراضي إسرائيلية في رفح بالقرب من معبر كرم أبو سالم وعندما كانت قوة من جيش الاحتلال تقوم بتمشيط المنطقة استضمت بالمسلحين ووقع تبادل لإطلاق النار في المكان وأضاف المراسل أنه يجري فحص احتمال تمكن أحد أفراد المجموعة المسلحة من العودة إلى غزة وينضم إلينا من خان يونس في قطع غزة مراسلنا أحمد غانم نرحب بك أحمد ونسأل عن تطورات لسيما الخبر المتعلق بمقتل أحد الجنود الإسرائيليين في انفجار عبوة في نفق في رفح وأيضا ما تحدث عنه مراسل الإذاعة الإسرائيلية حول ما جرى أو حادث أمني عند الحدود مع غزة وبالتالي ماذا في التفاصيل وماذا في الحيثيات أيضا بالإضافة إلى باقي التطورات الميدانية نعم دينا اسمحي لي فقط أن أشير إلى أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على النصيرات على مدرسة ذكور النصيرات في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين فجر هذا اليوم قد ارتفع إلى ما يزيد على أربعين شهيدا وكذلك أيضا مع التنويه إلى أن عدد هؤلاء الشهداء يشمل عدد آخر من الشهداء أربعة أو خمسة شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل وقد وصل الشهداء بشكل متزامن إلى مستشفى شهداء الأقصى فجر هذا اليوم وقبل دقيقة واحدة فقط أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منزل في حي المنارة ما أدى شرقي خنيونس ما أدى إلى وقوع شهيد وعدد آخر من الإصابات هذه المجزرة المروعة التي استهدفت أحدى مراكز النزوح التابعة لوكالة غوثة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه وجه ضربة مميتة فيها هي فعلا ضربة مميتة لعدد كبير جدا من النساء والأطفال الذين لجأوا إلى هذه المدرسة بحثا عن أمان زائف هذه المدرسة كان من المفترض أن تكون محمية وفق القانون الدولي لأنها تحمل شعار الأنروا ولكن منذ بداية العدوان الإسرائيلي استباح الجيش الإسرائيلي معظم المؤسسات الدولية التي تحمل أو يرفع فوقها الأعلام التابعة للأمم المتحدة وكأنه تنكب وتجاهل لكل هذه القوانين وكذلك أيضا للتفويض الممنوح لهذه المؤسسة التي تعمل على تقديم الخدمة الإنسانية ومؤسساتها هي محمية ومكفولة وفق القانون الدولي ولكل من لجأ إليها ولكن إسرائيل واصلت ارتكاب المجازر بعد 24 ساعة كانت دامية على المنطقة الوسطى استهدف فيها الجيش الإسرائيلي النصيرات والمغازي والإبريج وهي مخيمات للاجئين الفلسطينيين أسفرت هذه الضربات أو هذه الغارات على المنطقة الوسطى خلال 24 ساعة الماضية عن وقوع 100 شهيد في رفح جنوب القطاع من الواضح بأن المقاومة قد نفذت عمليتين منفصلتين إحداها تمكن ثلاثة مقاومين فلسطينيين من التسلل يعني من التسلل إلى أو الوصول إلى السياج الفاصل مع فلسطين المحتلة الرواية الإسرائيلية تتحدث عن استهداف هؤلاء الثلاثة مقاومين بعد اشتباك دار وجها لوجه بحسب اعتراف وسائل إعلام الإسرائيلية بعد نيتهم التسلل إلى المستوطنات القريبة وقال الجيش بأنه قتلهم ولكن دين هذه رواية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي بالعادة يفرض حذرا يعني أو رقابة عسكرية تفرض حذرا على النشر خاصة فيما يتعلق بالخسائر الإسرائيلية ولكن على كل حال اعتراف الجيش الإسرائيلي بوجود أو بوصول هؤلاء المقاومين والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي من مسافة الصفر ووجها لوجه في المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي هي صفعة للمؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيلية خاصة وأن سلاح الجو الإسرائيلي والمسيرات وكذلك طائرات الاستطلاع لا تبرح سماء قطاع غزة وتحديدا مدينة رفح منذ عدة أيام والأمر الآخر أيضا ميدانيا يسيطر الجيش الإسرائيلي على قيود المنطقة أو على المنطقة الشرقية ودباباته تتواجد في المناطق الممتدة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق مدينة رفح على امتداد الشريط الفاصل بما يشمل مناطق الشوكي وحي السلام وحي الجنينة ومنطقة صفة كل هذه المناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي ووصول المقاومون إلى تلك المناطق يعني فعلا ضربة كبيرة من المرتقب ربما أن نستمع إلى رواية المقاومة لأن رواية الجيش دائما ما تكون كاذبة والرواية الأخرى باعتراف وسائل إعلام إسرائيلية قالت بأن مقاومون فجروا عبوة أو عبوة ناسفة في نفق ربما كان الجيش الإسرائيلي قد دخل إليه ما أدى إلى مقتل أحد الجنود وإصابة عدد من الأسرى وهذا أيضا ربما نرتقب نحن بيانا آخر من المقاومة هذا الجيش الإسرائيلي الذي اعترف به يعني مبكرا وباعتراف الجيش يمكن القول بأن هذه العبوات ربما كانت قد أعدت سابقا وقد فخخت سابقا كما جرى مع عدد من الكماء التي استدرجت فيها المقاومة عددا من الجنود الإسرائيليين إلى فوهات الأنفاق وقامت بالاشتباك معهم قبل أن تكون بتفجير هذه العبوات أو الأنفاق بعبوات ناسفة أوقعت عددا كبيرا في عمليات سابقة ربما تكون هذه العملية على شاكلاتها لذلك نحن ننتظر الموقف أو التصريح الرسمي من قبل المقاومة الفلسطينية خلال الساعات القادمة وربما يكون هناك عدد أكبر من القتل الإسرائيليين في هذه العملية ولكن أيضا على الصعيد الإنساني نحن نتحدث عن انهيار في واقع الخدمات الإنسانية المقدمة مع استمرار إغلاق معبر رفح وكذلك معبر كرم أبو سالم التجاري شكرا جزيلا لك زميل أحمد غانم مرسلنا من خان يونس حذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية وزراعة التابعة للأمم المتحدة من تفاقم عدام الأمن الغذائي الحاد في غزة وأشارت المنظمتان إلى أن أكثر من مليون فلسطيني قد يتعرضون لأعلى مستويات المجاعة بحلول منتصف الشهر المقبل المنظمتان الأمميتان قالت في تقرير مشترك إن المجاعة تتفاقم بسبب القيود المشددة على المساعدات الإنسانية وانهيار نظام الغذاء المحلي بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة إضافة إلى اجتياح رفح الذي عرقل عمليات الإغاثة في جنوب القطاع أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين بأن عددا من المسؤولين المصريين والقطريين التقوا في الدوحة مع كبار مسؤولي حركة حماس لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرة وبحسب أكسيوس فأن الحركة لم تقدم بعد رد رسميا على الاقتراح وأشار إلى أن الجهود للتوصل إلى اتفاق مستمرة كما ذكر الموقع أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز وصل إلى الدوحة للقاء الوسطاء من مصر وقطر فيما وصل المستشار الخاص للبيت الأبيض للشرق الأوسط بريت مكجورك إلى القاهرة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أكد أو كان أكد أن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف العدوان بشكل دائم والانسحاب الكامل وتبادل الأسرة هنية شدد على أن حركة حماس تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب ومقاومته الباسلة بدوره ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبدالهادي أكد للميادين أن موقف الحركة واضح بأن لا تنازل عن المطالب الأساسية وأضف أنه لهذا السبب لم تتسلم حماس حتى الآن أي ورقة حركة حماس موقفها واضح في الوقت الذي نحرص على إتمام صفقة مشرقة وفق مطالبنا التي لا يمكن لا يمكن مهما بلغت قوة الضغط أن نتنازل عنها يجب أن تكون هذه الصفقة تستجيب لهذه المطالب لذلك نحن حتى الآن لم نستلم أي ورقة رفضنا ذلك لأننا لا يمكن أن ننطلق من نقطة الصفر نعود إلى نقطة الصفر من جهة من جهة ثالية مطالبنا واضحة إذا قدمت لنا ورقة تستجيب لمطالبنا وفيها موافقة والتزام صريح وعلني من الحكومة الصهيونية بكل مكوناتها عندئذ يمكن أن نتعامل مع المفاوضات أما غير ذلك لا يمكن أن نتعامل مع أي ورقة تقدم إلينا على أنها تستجيب لمطالبنا عبدالهادي أكد للميادين أن الاحتلال فشل في تحقيق جميع أهدافه وأشار إلى أن رئيس وزرائه يسعى إلى توسعة الحرب لتشمل المنطقة كلها بعد بضي ثمانية أشهر وبعد استخدام العدو الصهيوني كل الإمكانات العسكرية الفائقة بقوتها وقدرتها ونوعيتها وعددها مدعومة بشكل غير محدود من الملايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية بالرغم من مضي كل هذه البدة فشل الاحتلال في تحقيق أي هدف يذكر من هذه الأهداف بل تكبد خسائر فادحة بسبب بطولات المقاومة وذكائها واحترافيتها وقدرتها على التكيف والتجدد وهي أوقعت به خسائر فادحة في الأرباح على مستوى الضباط والجنود والآلية نتنياهو غير معني بوقف الحرب ولا بإتمام أي صفقة تؤدي إلى ذلك بل مصلحته كما يعلم الجميع بأن تستمر الحرب بل يسعى إلى توسعتها القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مروان عبد العال أكد من القاهرة للميادين أن وفد الجبهة جاء بدعوة رسمية مصرية وأن وفدا من فتح سيصل إلى العاصمة المصرية وأضح عبد العال أن المشاورات تجري أيضا مع حركة حماس في الدوحة وأشار إلى أن الفصائل ترفض أي اتفاقات ملتبسة قد يستغلها الاحتلال في الورقة مسألة خطيرة جدا ونحن لا نرضى بها وأعتقد أن كل فصائل مقاومة كما جرت المشاورات ترفض مثل هذه المسألة وهناك نقاش جدي لهذا الموضوع الآن مع الوسطاء القضية التي تتعلق بالشروط وهي هناك صحيح مراحل ثلاثة ولكن المراحل الثلاثة تبدو بالشكل بأنها مترابطة ولكنها بالمضمون هي منفصلة عن بعضها أي أن كل مرحلة تختلف عن المرحلة الأخرى بحيث بأنه بالمرحلة الثانية وبعد مروض ست أسابيع ما الذي يقول هناك وردة عبارة هي التي تثير كل هذا الغموض وهي تقول بأنه يجري النقاش على شروط تنفيذ المرحلة الثانية يعني قد يكون هناك شروط وهذه الشروط قد تبدأ بالسلاح وقد تبدأ بأشخاص لا أعرف أن مسألة قد تكون استنسابية بالنسبة للعدو أو قد تنسف كل المقترح أو تنسف كل ترجمات هذا الاتفاق إذا جرى على الأرض فلذلك العدو يريد أن يبقي يده دائما هي اليد العليا في هذا المجال وهذا لا يحق له أنه لم يستطع تحقيق أهدافه من خلال القتال فكيف سيحدد أهدافه من خلال الاتفاقات من هذا النوع شهدت القدس المحتلة مسيرة للمستوطنين في ذكرى احتلال إسرائيل الشطر الشرقي للمدينة عام 1967 في خطوة يراد بها تكريس سيادة المزعومة على المدينة من قبل الاحتلال هذا التقرير لهناء محمد لم تسيطر إسرائيل بعد احتلال عام 1967 على نحو 87% من أرض القدس فحسب مبقية الفتاة للفلسطينيين الممنوع عليهم البناء فيه بذرائع عديدة بل عززت الاستيطانة ولا تزال أيضا لقلب الميزان الديمغرافي مطلوب اليوم حوالي 40 ألف واحدة سكنية بالقدس وفي الوقت نفسه فيه عندنا حوالي 20 أو 22 ألف أمر هدم بالمقابل هناك مخطط لجلب حوالي 300 ألف مستوطن اجداد يعني رح يكون عندنا على أراضي القدس الشرقية حوالي 500 ألف مستوطن في الوقت نفسه رح يبقوا أقل من 100 ألف فلسطيني احتفالات باستكمال احتلال المدينة وبسط السيطرة الإسرائيلية على شطرها الشرقي أيضا منذ 57 عاما احتفالات تتصدرها اقتحامات المستوطنين للأقصى التي شارك فيها اليوم 1600 مستوطن فضلا عن مسيرة للمستوطنين يطلقون عليها تسمية الأعلام الراقصة جاي بيهم مرتزقة من جميع الحالة بلاد وحطينهم عنا وبدوا نفكروا حالة أننا عايشين هان احنا هان أبنا عن جد عايشين هان بيجبروك تسكروا ليش لأنهم أول إشهم بسكروا كل الطرق وبدفلوش غير اليهود هم المجموعة الكبيرة بنزلوا بخاربوا شرطة طبعا بحماية الشرطة هذا الإشي كلهاته بحماية الشرطة هاي يوما بيهجموا وبضربوا على العرب وبكسروا وفيش حدا بيحكي معهم الجيش بيطلع بدافع عنهم عشرات آلاف المستوطنين انتهتوا البلدة القديمة وشوارع القدس رفعين شعارات الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين والمسلمين فيما أمن نحو ثلاثة آلاف شرطي إسرائيلي مسيرتهم الاستيطانية التي تخللتها اعتداءات على المقدسيين والصحافيين وشارك فيها أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية أبرزهم وزير الأمن القومي إتمار بن جفير هنأم حميد القدس المحتلة الميادين إلى جبهة الإسناد اللبنانية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية شن هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع مستحدث جنوب مصوطنة الكوش استهدف أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابوهم إصابة مباشرة وأوقعوهم بين قتيل وجريح جيش الاحتلال أقر بمقتل جندي أصيب في الهجوم على الكوش وبتعرضه لأصعب حادث في الشمال منذ بدء الحرب فيما تحدث الإعلام الإسرائيلي عن سقوط قتلين على الأقل وأكثر من عشرين إصابة منها خمس ميؤوس منها جيش الاحتلال أقر كذلك بأنه لم يجري تفعيل صفارات الإنذار ولم تكتشف المسيرات قبل انفجارها وضمن عدوانه على قرى جنوب لبنان أصيب أربعة مدنيين في غارات إسرائيلية استهدفت مبنى يحوي مؤسسات تجارية في بلدة وادي جيلو بقضاء صورة وأدى الاعتداء إلى اندلاع النيران في مبنى مجاور للمبنى المستهدف يحوي مؤسسات تجارية إحداها مختصة ببيع الزيوت والبطاريات وأخرى لإنتاج وبيع مواد التنظيف وبعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس أفاد مراسلنا بتنفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات العديسي وصدقين وبيت يحون وكونين في جنوب لبنان وأحدثت الغارة على بيت يحون دمارا في عدد من المنازل فضلا عن اندلاع حريق عملت فرق الدفاع المدني على إطفائه ومن جنوب لبنان ينضم إلينا زميل عباس صباغن رحبك عباس ونسأل عن تطورات وأبرز تطورات حتى هذه اللحظة على جبهة الإسناد اللبنانية نعم تحية لك يدينا ولمشاهدين ميدين الأكارم بطبيعة الحال آخر التي داءت الإسرائيلية سجلت قبل نحو ثلاث ساعة من الآن بغارة من مسيرة على دراجة نارية في بلدة عيتارون في القطاع الأوسط وسبق ذلك بطبيعة الحال عدد من الغارات التي بدأت بعيد منتصف الليل ومتدت حتى ساعة الفجر الأولى بدأت اتباعا بغارة من مسيرة على بلدة العديسي في منطقة مرجعيون ومن ثم غارة على بلدة بيت حون في منطقة بنت جبيل ومن ثم غارة على بلدة صديقين في منطقة سور وأيضا غارة على بلدة عدشيت في منطقة النبطية وأيضا الغارة الأكبر والتي سببت دمارا كبيرا كانت في وادي جيل وكما أسلفت زميلتي في منطقة سور هذه الغارات استهدفت مباني سكنية ومحال تجارية ومؤسسات تجارية ومعامل لإنتاج مواد التنظيف ولبيع الزيوت ومشاكل الحصيلة الأولية الغارات التي نكفذت بعيدة منتصف الليل هي ثلاثة عشر جريحا معظمهم جراح طفيفة أو صيبوا بردود طبعا هذه الغارات جاءت بعد فترة من الهدوء التي شهدته جبت الإسناد اللبنانية بعد العملية النوعية التي نفذتها المقاومة على مستعمرة الكوش بسرب من المسيرات الانقضاضية إضافة إلى تسجيل أو إلى تنفيذ عشر عمليات بدأت من فجرا من الموقع المالكي وانتهت باستهداف موقع الرمثة في تلال كفرشوبة المحتلة بطبيعة الحال هذه الجبهة في هذه الأثناء بعد الغارة على بلدة عيطرون سبق هدوء امتد من الرابعة من فجر اليوم وحتى قبل قليل أي قبل ثلث الساعة فيما جابت المسيرات وأيضا خرقت طائرات الاحتلال جدار الصوت أكثر من مرة بالأمس وصباح هذا اليوم كان هناك تحليق لطائرات الاحتلال على علو مرتفع وأيضا كان هناك مسيرات في منطقة صور كانت تحلق بطبيعة الحال على علو مرتفع يعني هذه هي حصيلة ما جرى منذ الأمس وحتى هذا التوقيت الآن في المنطقة القطاع الشرقي على الأقل لحدوء تام نشهده في هذه الأثناء وبطبيعة الحال هناك ترقب لازال اليوم في بدايته من أيام الإسناد من جبهة لبنان لغزة ولدعم الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد نعم دينا عباس صباغ مرسلنا من جنوب لبنان شكرا جزيلا لك ونشر الأعلام الحربي للمقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لاستهداف منصة للقبة الحديدية في ثقنات راموت نفتالي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحددة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية وطاقمها في موقع عداثل الإسرائيلي شمال فلسطين المحددة اشتركوا في القناة 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 الجبهة الداخلية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الصعب حاليا توقعوا اكثر من هذا وكما تبدو الامور حتى الان نحن لسنا على وشك قرار بخصوص معركة في الشمال استهدافات المقاومات الاسلامية في لبنان تتسبب بحرائق غير مسبوقة في شمال فلسطين المحتلة وصم حاولات فاشلة للسيطرة عليها من قبل قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية صدمة الحرائق في الشمال عنصر فقيل يضاف الى عناصر جبهة تتدرج في القتال تحت سقوف يقول عنها اطرافها انها منضبطة رغم كل شيء تعلو الاسوات بان الشمال يشتعل تحاول القيادة السياسية والعسكرية احتواء الموقف من خلال اجتماع الكابينت يقرر حزب الله ان يفتتح بنفسه جلسة الكابينت فيبث مشاهد استهدافات بجيل جديد من مظومة الماس ومسيرات تنقض على القبة الحديدية في الزعور بالجولان الجيش الذي قال قبيل الجلسة انه جاهز ويقترب من نقطة الحسم رد عليه الجيش نفسه من خلال تسريبات لصحيفة هاراتس بان الحرائق غيرت الموقف من حرب شاملة الى حرب محتملة محدودة يقتحم رئيس الحكومة المشهدة بزيارة لكريات شمونة والشمال يحاول طمأنط المستوطنين بتنقله من دون درع وخوذة ومن ثم يطلق تهديداته واعترافه بالتسبب بحرائق في لبنان في بداية الحرب قلنا اننا سنعيد الامن سواء الى الجنوب او الى الشمال وهذا ما سنفعله بالامس كانت الارض تشتعل هنا وانا سعيد بانكم تمكنتم من اطفائها ولكن ايضا الارض اشتعلت في لبنان رغم ذلك لم يتعطى العمل المقاومة بل زادت الجرعة والنصاق بمرتكزات ثلاث الدقة والتكذيف والتركيز وادخلت خلال الايام الماضية ايضا الاضرار تفضح الحرائق جاهزية الاحتلال وجيشه وجبهته الداخلية تلك الليلة لم تعمل فرق الانقاذ قيدها خوفها من حزب الله حتى الطوافات التي يجب ان تشارك لم تجرؤ على الحركة فالمعطيات الخاصة تشير الى ان المقاومة اعدمت حركة تلقى الطوافات قبل اسابيع من خلال استهدافات لم تعلنها في جبهة الاسناد اليمنية اعلن المتحدث باسم القوات المسلحة تنفيذ ثلاث عمليات في البحرين الاحمر والعربي شاركت فيها القوات البحرية والقوات الصاروخية وسلاح الجو المسير وذلك اسنادا لغزة وردا على العدوان الامريكي البريطاني على اليمن وفي اطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الامريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ثلاثة عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي وكانت على النحو التالي عمليتان في البحر الأحمر استهدفت سفينتين الأولى سفينة روزا والأخرى سفينة فينشدريم التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وتمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة ميرسيكسالتر الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقية البحر العربي كما نشرت القوات المسلحة اليمنية مشاهدة من إطلاق صاروخ فلسطين الباليستي المصنع محليا في أول عمليات له ضد هدف عسكري اسرائيلي في أمير شراش في فلسطين المحتلة ترجمة نانسي قنقر أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ناقلة بضائع مملوكة لشركة يونانية تعرضت للإستهداف خلال اتجاهها شمالا في البحر الأحمر ووفق بيان الشركة فقد توقفت عمليات الإرسال الخاصة بالسفينة على بعد نحو 120 ميلا بحريا شرقية مصوع بأريتيريا وأشار البيان إلى أن السفينة أبحرت من الهند متجهة صوب قناة السويس يواصل العراق إرسال عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هذا الإسناد شمل الجهود الشعبية والحكومية والمنظمات الإنسانية على نحو المتواصل هذا التقرير لمحمد الفهد العراق في طليعة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة مئات الأطنان من المواد الطبية والغذائية تواصل بغداد إرسالها جوا عبر مطار العريش في مصر وعبر القوافل برا إلى ميناء العقبة في الأردن ومنه إلى مصر في قطاع غزة هذا مضافا إلى نحو عشرة ملايين لتر من الوقود كان العراق قد أرسلها في وقت سابق عبر البحر إلى الموانئ المصرية الهلال الأحمر العراقي أطلق أكبر قافلة محملة بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والتي تشمل 35 شاحنة بحمولة كل شاحنة بعشرين طن بما مجموعة 360 طن من المواد الغذائية الموقف المبدئي والثابت لأبناء الرافدين حكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية جعلهم في مقدمة الملبين والحاضرين لنجدة أشقاء الدم والجغرافيا واللغة والدين تحت سقف ضمير الأحرار والمدافعين عن قضية الأمة على المستوين الشعبي والرسمي الحكومي الجهود واضحة جدا في دعم القضية الفلسطينية ودعم أهلنا في غزة العراق له موقف مهم جدا في دعم القضية الفلسطينية وما زال ينادي بضرورة وقف اطلاق النار والهدن ولعل من أهم تجليات التضامن مع قطاع غزة هو دخول المقاومة العراقية على خط المواجهة بشكل مباشر وتواصل الفعاليات الرسمية والشعبية المساندة لمعركة طوفان الأقصى والرافضة لجرائم الاحتلال بغداد أرادت أن تكون في صدارة من لبى نداء الإنسانية وحق الأخوة فكان لها ذلك على قدر شعور العراقين بألم الفلسطينيين وصمودهم ومقاومتهم في قطاع غزة كانت صورة التضامن والدعم والإسناد وعلى مختلف الأصعدة عسكريا وسياسيا وشعبيا محمد الفهد بغداد الميادين بعد اعترافها بدولة فلسطين شاركت سلوفينيا في يوم التضامن مع العمال الفلسطينيين في الأمم المتحدة في جناف وفي تصريح للميادين أعرب نائب وزير العمل السلوفيني عن سعادة بلاده باتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وطلب بوقف فوري لإطلاق النار أنا سعيد جدا لأن سلوفينيا انضمت إلى الدول التي اعترفت بدولة فلسطين ونعتقد أن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة لمساندة الشعب الفلسطيني رسالتنا اليوم للعمال الفلسطينيين في يوم التضامن معهم هي أننا نساندهم ومعنيون بوضعهم وحقوقهم المنتهكة ورسالة الأساسية هي أنه يجب البدء بوقف إطلاق نار فوري ويجب إنهاء الحرب والاشتياح وعندما يتحقق ذلك يجب البدء بالعمل بجد على تأمين حقوق الفلسطينيين وأمنهم وقدرتهم على الوصول إلى العمل والحماية من أي نوع من أنواع الانتهاكات أكد الرئيس روسي فلاديمير بوتين ضرورة حل الصراع في الشرق الأوسط عبر إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها وحل القضية عبر إقامة دولتين جاء ذلك خلال لقاء صحفي على أبواب المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بيتروسبورغ حيث أضاف بوتين أن رد إسرائيل على هجوم حماس لا يشبه الحرب بل هو إبادة جماعية لأهالي غزة وشدد على أن موسكو كانت دائما مع العمل على وقف إطلاق النار لكن واشنطن عملت على تعطيل هذه القرارات إن ما يحدث الآن في غزة ردا على الهجوم على إسرائيل لا يشبه الحرب إنه نوع من التدمير الكامل للسكان المدنيين الرئيس الروسي ندد كذلك بتسليم الغرب أوكرانيا أسلحة بعيدة المدى وتوعد بتوفير موسكو أسلحة مماثلة لدول ثالثة بغية مهاجمة أهداف غربية كما حذر من أن تسليح الغرب لأوكرانيا خطوة سلبية جدا إذا كان أحد يعتقد أنه يمكن تقديم أسلحة مماثلة في منطقة المعارك لضرب أراضينا لماذا لا يكون لنا الحق في إرسال أسلحتنا من الطراز نفسه إلى مناطق في العالم توجه فيها ضربات إلى مشاءات حساسة تابعة للدول التي تتحرك ضد روسيا ووصل وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف إلى العاصمة التشادية إنجيمينا في أول زيارة له لهذا البلد حيث سيجري محادثات مع القيادة التشادية وزارة الخارجية الروسية أكدت أن العلاقات الروسية التشادية تحمل طابعا ديناميكيا بشكل عام وتشاد هي الدولة الرابعة والأخيرة في جولة لفروف إلى أفريقيا بعد جينيا والكونغو وبوركينا فاسو تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يتهم إيران رسميا بعدم تعاونها مع الوكالة فيما أكدت طهران أن القرار لن يصنيعها عن مواصلة برنامجها النووي السلمي ممثليات إيران لدى الأمم المتحدة رأت القرار الذي اتخذته الدول الغربية متسرعا وبعيدا من الحكمة وسينعكس سلبا على العلاقات الدبلوماسية والتعاون البناء كما أشارت إلى أن الدولة صاحبة المشروع تتحمل النتائج السلبية لهذا السلوك وأن هذا القرار هو لإعطاء الكيان الإسرائيلي الفرصة الكافية لمواصلة إبادته الجماعية في غزة وكان وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني قد حذر من استغلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية من قبل بعض الدول الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مؤسسة تقنية ونتوقع من جميع الدول التعامل معها وفق الأطر والقوانين النظمة لها وندعو إلى عدم تحويلها إلى مكان لتسوية الحسابات السياسية لتعويض الهزائم في الساحات الأخرى رد إيران على أي قرار ضدها سيكون بحسب مصالحها وأولوياتها النووية وفي إطار التزامها باتفاقيات الضمانات ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية يتجه بدءا من اليوم نحو 450 مليون مواطن أوروبي وحتى التاسع من الشهر الحالي إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الأوروبية العاشرة في جميع أنحاء القارة وتعد الانتخابات الأوروبية بعد الانتخابات الهندية ثانية أكبر انتخابات في العالم ومواطن دول الاتحاد مدعوون إلى انتخاب 720 نائبا سيكون من أول قراراتهم الجديد انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورئيس للمفاوضية الأوروبية كيف تجري انتخابات البرلمان الأوروبي وما هو عدد أعضائه؟ وما هي أبرز تحدياته؟ التفاصيل مع حبيب عز الدين أهلاً مشاهدين تنطلق انتخابات البرلمان الأوروبي التي بموجبها يختار مئات ملايين الأوروبيين من 21 دولة بالاقتراع المباشر 720 عضواً لهذا البرلمان تجري انتخابات البرلمان الأوروبي كل خمس سنوات وتعتمد نظام التمثيل النسبي أي أنه في الحصيلة لكل دولة عدد مقاعد بحسب عدد سكانها لنسبة الحاصل الانتخابي في كل دائرة انتخابية في كل دولة من هذه الدول أما المشهد الانتخابي فيختلف من دولة أوروبية إلى أخرى فبعض الدول مثلاً تعتمد التصويت التفضيلي حيث يمكن للناخب اختيار القائمة أو شطب أسماء أو الجمع بين القوائم بينما دول أخرى تعتمد التصويت بلوائح ثابتة حيث يصوت الناخبون في لوائح غير قابلة للتعديل أما في دولتي مالطا وإيرلندا مثلاً فلا يصوت الناخب للائحة مشكلة أساساً بل يعد لائحته الخاصة بنفسه البرلمان الأوروبي مشاهدين هو أحد الكيانات الثلاث الرئيسة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب المجلس الأوروبي كأعلى هيئة تضم رؤساء الدول والحكومات ومجلس الاتحاد الأوروبي أو المجلس الوزاري ويضم ممثلين وزاريين متخصصين عن كل بلد البرلمان المشاهدين هو بمثابة السلطة التشريعية للاتحاد ويتولى التشريع مع المجلس الوزاري الأوروبي يتألف البرلمان من الرئيس الذي ينتخب مدة سنتين ونصف قابلة للتجديد وهي نصف عمر البرلمان ويقسم البرلمان إلى عشرين لجنة دائما متخصصة ولكل منها رئيس ومكتب وأمانة من المتوقع مشاهدين أن يعقد البرلمان الأوروبي المنتخب جلسته العامة الأولى في السادس عشر من تموز يوليو وسيرث أكثر من مئة مشروع مقترح في قضايا وملفات مختلفة أبرزها قضية الهجرة غير الشرعية وانطلاقا من ترجيح تصدر اليمين المتطرف البرلمان فإن من شأن ذلك أن يؤثر على مسألة الهجرة والدفاع لجهة زيادة الإنفاق العسكري وغيرها من القضايا التي يمكن أن تشهد تحولات استراتيجية أعلنت لجان مقاومة ود مدني مقتل ما لا يقل عن مئة شخص إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على قرية ود النورة في ولاية الجزيرة وسط السودان ووصفت لجان في بيان أن ما حدث في القرية مجزرة وجريمة مكتملة الأركان قامت بها قوات الدعم السريع فيما أظهرت مشاهد بثتها اللجان عبر حسابها في منصة أكس مراسم دفن جماعية في مقابر بساحة عامة في قرية ود النورة وسط تجمع غفير للأهالي أرقام قياسية لديون الدول الفقيرة هذه الديون تلامس عتبة 30 ألف مليار دولار بفوائد بلغت 12 ضعف الفوائد التي تدفعها الدول الغنية لهذه الديون التقرير مسعاصي 29 ألف مليار دولار حجم الديون المستحقة على الدول النامية مع نهاية العام الماضي رقم قياسي تدفع هذه الدول فوائد عليه أو خدمة للدين 847 مليار دولار سنويا هذه الإحصائيات التي صادرت عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية والتجارة أنكتاد تمثل كارثة بالنسبة إلى شعوب نحو خمسين دولة هي الأفقر في العالم فهذا الحجم من الديون يحد من القدرة على تمويل قطاعات حيوية وضرورية كالتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية في العام الماضي دفعت الدول الفقيرة نحو 900 مليار دولار فوائد وهذا يعادل حجم الاقتصاد السويسري كان يمكن لهذه الأموال أن تستخدم في التعليم والتنمية والصحة ومكافحة التغيرات المناخية ففي دول يعيش فيها أكثر من 300 مليون نسمة ينفق فيها على خدمة الديون أكثر مما ينفق على التعليم والصحة وهذا ما يمنع الحكومات من تحقيق هدف التنمية المستدامة المفارقة الصادمة تكمن في معادلة غريبة فالدول الفقيرة تدفع نسبة فوائد مرتفعة جدا على الديون تصل إلى أكثر من 12 ضعفا مما تدفعه الدول الغنية هناك عدد من الأسباب التي تجعل الدول المتقدمة اقتصاديا تتمتع بإمكانية أكبر للوصول إلى الاتمان من بينها ما يقال عن مستوى أعلى للمخاطر المرتبطة بسداد الديون ولكن الفرق لافت جدا على سبيل المثال ألمانيا تدفع ما مقداره 0.8% فائدة الديون فيما تدفع أفريقيا 12.6% الحلول لكارثة الديون التي تزيد من حدة تبعية دول الجنوب للدول الدائنة تبقى بيد الدول الغنية من وجهة نظر منظمة هونكتاد هناك ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعبيئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى إصلاحات ضرورية لدى الدول النامية كمكافحة الفساد وتعزيز القطاعات المنتجة 847 مليار دولار أمريكي خصصتها الدول النامية لمدفوعات خدمة الديون عام 2023 في أكثر من 50 دولة تتجاوز خدمة الديون ما تنفقه هذه الدول على التعليم أو الصحة فضلا عن الاستثمارات في العمل المناخي وتعزيز الاقتصاد موسى عاسي جونيف المياني إلى هنا نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد زوروا صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والانجليزية والإسباني إلى اللقاء موسيقى